تقارل الولايات المتحدة شن حرب وثم تتبعها أوروبا هذا النمط مدير للغاية ضد أمن أوروبا لابد لأوروبا أن تدرق عنها في حاجة للقيام للتفاع عن سيادتها بنفسها وخناك مسؤول رفيع المستوى السابق في الناتو قال إن الجو في الناتو تراجع بشكل كبير خلال سنوات الأربع التي تولى ترامب فيها الرئاسة الأمريكية يدعم الناتو معنا بلا مسواد تفعنا كثيرا بشكل مفرد وتفعت دول لأعدام بخرى القلة القليلة أظهرت تصرفات ترامب أن الولايات المتحدة يمكنها النبذ حلفائها بشكل سهل أعتقد أنه يجب على بيتن أن يؤكد مجددا على التزام الولايات المتحدة بسياسة الدفاع الجماعي للناتو هذه المرة